السلام عليكم أعزائي الطلاب الصف الثالث المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار نهائي لمادة لغتي الخالدة الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1444 هجريا تعالوا معا نبدأ بالسؤال الأول في الفقرات من 1 إلى 40 ظللي في ورقة الإجابة أمام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح يحكى أنه كان هناك أخوين يعيشان في مزرعة وكان أحدهما متزوجا ولديه عائلة كبيرة أما الثاني فكان أعزبا وكان يتقاسمان الإنتاج والأرباح بالتساوي وفي يوم من الأيام قال الأخ الأعزب لنفسه إن تقاسمنا أنا وأخي الإنتاج والأرباح ليس عدل فأنا بمفردي واحتياجاتي بسيطة فكان يأخذ كل ليلة من مغزنه كيسا من الحبوب ويزحف به عبر الحقول من بين منازلهم ويفرغ الكيس في مغزن أخيه وفي نفس الوقت قال الأخ المتزوج لنفسه إنه ليس عدل أن تقاسم الإنتاج والأرباح سويا أنا متزوج ولي زوجه وأطفال يرعونني في المستقبل وأخي وحيد لا أحد يهتم بمستقبله وعلى هذا اتخذ قرارا بأن يأخذ كيسا من الحبوب في كل ليلة ويفرغه في مغزن أخيه وذل الأخوان على هذا الحال لسنين طويلة لأن ما عندهم من حبوب لم يكن ينفد أو يتناقص أبدا وفي ليلة مظلمة قام كل منهما بتفقد مغزنه وفجأة ظهر لهما ما كان يحدث فأسقط أكياسهما وعنق كل منهما الآخر واحد ما الغاية من هذا النص أن المال والأرباح أهم ما في الحياة أن العطاء ليس له حدود أم بالصبر يتحقق النجاح الغاية من هذا النص أن العطاء ليس له حدود اثنان ما الفرق بين الأخوين من الناحية الاجتماعية من الناحية الاجتماعية أحدهما متزوج والآخر أعزب أي غير متزوج ثلاثة على ما يدل قول الأخ الأعزب إن تقاسمنا أنا وأخ الإنتاج والأرباح ليس عد هذا يدل على طيبة الأخ الأعزب وتقديره لظروف أخيه أربعة يأخذ كل ليلة من مخزونه كيسا من الحبوب ويزحف به عبر الحقول من بين منازلهم هذه العبارة تأكيد للقيمة السلمية أن الصدقة تقي من مصارع السوء ما نقص مال من صدقة أن تبدو الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم القيمة من هذه العبارة أنه ما نقص مال من صدقة خمسة عانق كل منهما الآخر حدث هذا الموقف في الخاتمة أم في البداية أم في الذروة حدث هذا الموقف في الخاتمة ستة على ما يدل اتفاق الأخوين على القيام بنفس العمل وهو تفريغ كيس الحبوب كل ليلة هل يدل على تفكير كل أخ في مصلحة أخيه أم تفكير كل أخ في مصلحته الشخصية أم تفكير كل أخي للحصول على الأرباح هذا التصرف يدل على تفكير كل أخ في مصلحة أخيه معنى كلمة ينفد يزداد أم ينقص أم ينتهي معنى كلمة ينفد أي ينتهي ثمانية ما السبب الذي جعل الأخ الكبير يأخذ كل ليلة كيسا يفرغه في مخزن أخيه لأنه وجد احتياجاته أقل من احتياجات أخيه فلذلك قام بهذا الفعل ضد كلمة بسيطة أي عكسها صعبة عكس كلمة بسيطة أو ضدها صعبة مفرد كلمة الحبوب حب أم حبة أم حبات مفردها حبة الرسم الإملائي سررت نقط عملته بما بدون ألف أم بما أم لألة أم ألة الإجابة الصحيحة هي بما سررت بما عملته عفوت نقط ظلمني عفوت ألا عما عم لألة عفوت عما ظلمني طالما كلمة موصولة من مقطعين هذه العبارة صحيحة أم خطأ هذه عبارة خطأ إن أو إن الشرطية رسمت رسما صحيحا في قولنا إن شاء الله هذه عبارة خاطئة فالمفروض أن إن منفصلة عن كلمة شاء إن شرطية وشاء فعل خمسة عشر ممن أخذت الواجب تقدم حرف الجر على الاستفهام فوصلتها فوصلتها هذه العبارة صحيحة هذه عبارة صحيحة فإن لم يستجيب لك فعلم الكلمات المفصولة خطأ هي إن الشرطية ولم النافية هذه عبارة صحيحة إن الشرطية ولم النافية الرسم الكتابي حرف الهاء من الحروف النازلة عن السطر في خط الرقعة هذه عبارة صحيحة تكتب الهاء في أول الكلمة هند هكذا هذه أيضا عبارة صحيحة خط الرقعة ترتكز كل الحروف حل حروفه على السطر هذه عبارة خطأ عشرون المسافات بين الكلمات متساوية في خط الرقعة هذه عبارة صحيحة بعد ذلك الأسلوب اللغوي بيت الله الحرام أقدس البيوت المفضل في هذه الجملة أو في الجملة السابقة هو بيت الله هو المفضل المواطن الحريص على خدمة وطنه أفضل من غيره أفضل اسم تفضيل هذه العبارة صحيحة أفضل اسم تفضيل البيع مباح ما عدا بيع الربا المستثنى منه في هذه الجملة هو ما عدا أم البيع أم مباح أم بيع الربا بيع الربا هو المستثنى في هذه الجملة لا يعالج البطالة سوى العمل نوع الأسلوب في الجملة السابقة هو أسلوب شرط أم مدح أم تمني أم استثناء هو أسلوب استثناء لأنه استثناء بسوى غير وسوى من أدوات الاثناء وهما اسما أم حرفان أم فعلان أم اسم وفعل هما اسمان أو اسما غير وسوى يعامل معاملة الاسم مكة نقط المدن أكمل الفراغ باسم تفضيل فضل المدن المكرمة الطاهرة المشرفة نستخدم اسم التفضيل فضل مكة فضل المدن واستخدمنا فضل لأنها مؤنثة الصنف اللغوي على كل مواطن أن يكون شكور لله ثم لوطنه كلمة شكور هنا على وزن مفعول أم فعيل أم فعول أم فاعل كلمة شكور على وزن فعول الجندي مقدام في خدمة وطني كلمة مقدام نوع هذا المشتق هل هو صيغة مبالغة أم اسم فاعل أم اسم مفعول أم أنه اسم مكان كلمة مقدام صيغة مبالغة عند صياغة اسم المكان من الفعل سجدة فنقول ساجد أم سجود أم مسجد أم يسجد اسم المكان من سجدة مسجد قدمت موعد في تطبيق صحتي هنا كلمة موعد على وزن مفعل أم مفعل أم مفعول أم فاعل كلمة موعد على وزن مفعل موعد على وزن مفعل الصدقة مفتتح عفوا مفتاح الخير والرزق كلمة مفتتح اسم زمان من الفعل فتح أم افتتح الصدقة مفتتح الخير والرزق هي اسم زمان من الفعل افتتح الكافر نقط نعم الله أكمل الفراغ بصيغة مبالغة جحود نعم الله أم جاحد أم مجحود أم يجحد صيغة المبالغة جحود هنا المناسبة الكافر جحود نعم الله لأن جحود على وزن فعول وهو من صيغ المبالغة أما جاحد على وزن فاعل فلا تصح ومجحود على وزن مفعول ويجحد هذا فعل مضارع فالكلمة الصحيحة والاختيار الصحيح لصيغة المبالغة هو جحود ننتقل بعد ذلك إلى الوظيفة النحوية كل شيء هالك إلا وجهه المستثنى في الجملة كلمة كل شيء أم إلا أم هالك أم وجهه المستثنى يأتي بعد إلا أو بعد أداة الاستثنى وهو وجهه هنا هو المستثنى حضر الطلاب غير محمد إعراب محمد هنا هل هو مستثنى أم بدل أم مضاف إليه أم اسم مجرور هنا محمد يعرب مضاف إليه حضر الطلاب غير محمد محمد مضاف إليه لأن هذا ليس سلوب استثنى حضر الطلاب إلا أخاك أم أخوك أم أخيك أم أبوك الإجابة الصحيحة أخاك لأن المستثنى هنا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة عرفت تاجرا أمينا كلمة أمينا هنا تعرب مفعول به أم حال منصوب أم نعت منصوب أم أنه بدل منصوب كلمة أمينا تعرب نعت منصوب فأمينا هي صفة للتاجر أي نعت مر بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم رجل جسمه قوي نوع النعت هنا مفرد أم جملة اسمية أم جملة فعلية أم شبه جملة نوع النعت هنا جملة اسمية جسمه قوي النعت هنا جملة جسمه قوي هي النعت وهو نعت جملة اسمية من مبتدأ وخبر الأنبياء عمال يرتزقون من عمل أيديهم كلمة يرتزقون نعت مفرد أم نعت جملة اسمية أم أنه نعت جملة فعلية يرتزقون نعت جملة فعلية العمل ميزة للإنسان المسؤول طابق النعت المنعود في كل أحواله في هذه الجملة هذه عبارة صحيحة العمل ميزة للإنسان المسؤول كلمة المسؤول هنا طابق النعت طابق المنعود في كل شيء السؤال الأخير قطفت الأزهار سوى زهرة نوع هذا الاستثناء هل هو تام منفي أم أنه تام مثبت أم ناقص منفي هذا الاستثناء تام مثبت لأنه لا توجد أداة نفي فهو ليس ناقص مفني ما عفوا فهو ليس ناقص منفي ولا تام منفي هو تام مثبت هكذا أعزائي نكون قد أنهينا نموذج هذا الاختبار من مادة لغتي للصف الثالث المتوسط ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في فيديو جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة